يسأل عن غسل الجنابة يقول هل للإنسان أن يستعمل الصابون مثلاً مع الغسل أو بعد الغسل يوسف بارك الله فيك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غسله الجنابة أنه كان يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم و يزيل ما علق به ثم يغسل يديه أو يحكوهما في الجدار أو يستعمل الصابون أو الأشنان ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثة مرات ثم يغسل سائر بدنه قال العلماء كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة يعجبه التيمن في تنعوله و طهوره و في شأنه كله و لذلك الإنسان الذي عليه جنابة يغتسل بالماء الطهور الذي يرفع الحدث يرفع الحدث أما إذا أراد أن يستعمل الصابون فيستعمله بعد ذلك و لا يستعمله في الغسل الأولى حينما يغتسل من الجنابة لأنه إذا وضع الصابون تغير على قول الجمهور فكان الماء طهورا و ليس بطاهر فيحتاط لهذا يحتاط و لذلك يغسل جسده الغسل الأولى بالماء ثم إذا أحب أن يستعمل بقية المنظفات كالشامب و الصابون و غير ذلك يستعملها لكن إذا استعملها أثناء الغسل و ما غيرت الماء مثلا بحيث أن الماء نزل على البدن لا حرج في ذلك فيتنبه المغتسل لمثل هذا شكرا